اشتركوا في القناة عارفين كام لعبة النادي الاهلي بيمرسوها عنده وبيصرف على كام 19 لعبة عارفين يعني هي 19 لعبة زمان كانت الالعاب دي كانت بعيدة شوية لكن دلوقتي في الزمن النادي الاهلي هي بقت أسد الملاعب وبشكرة القدم بس لا ده بقى الالعاب الأخرى اللي هي الالعاب الجماعية أو الفردية والعاب الصلاة بقى إحنا في النادي الاهلي واللي عاوز يزعل من كلام يزعل إحنا ملوك الصلاة أيوة إحنا ملوك الصلاة لا أولا ما خيش حد بيعتم إحنا ملوك الصلاة في كل الألعاب سواء في السلة هتلاقي البطل واليد برضو سيطرة على حاجة ونفس الشيء في الطائرة وده في الرجال والسيدات السيدات اللي أولا ما خيش فيه اهتمام بيها لا ده النادي الاهلي دلوقتي بيهتم بكل حاجة بالسيدات وبقى أبطال إفريقيا وي وي وانتوا شفتوا كلكم الفترات اللي فاتت دي قدي إيه الألعاب دي بتشد الجماهير وبقى ليها جميل زي إذا لعبت قلت القدم يعني فيه ماتشات كورة بتتلعب والجماهير في كورة وفيه ماتشات بتتلعب في نفس الوقت اللي هي يد أو طائرة أو سلة سيدات أو رجال بتلاقوا جمهورهم موجود فنبلوك عشان كده الرجال والسيدات والناشئين اللي هم مستقبل النادي الاهلي اللي هو النادي الاهلي بيفكر فيه لو عدت تتكلم عن كل لعب هتلاقي الاهلي ليه فيها إنجازات بطولات الاهلي ده بيعتبر يا جنازة بيقول لكم مؤسسة مؤسسة كبيرة وعظيمة بيش بيعمل لمصلحته لأ في حاجة اسمها كيان البلد لمصر وعشان كده بنقول مصلحت البلد رياضيا فو كل شيء في كل منتخب في أي لعبة بص على هتلاقي إن النادي الاهلي ينصيب الأسد من اللاعبين الدوليين زي ما قلت لكم في الكورة الطائرة كورة السلة كورة اليد سيدات ورجال ناشئين وكل ده 19 لعبة طيب حد يقول للسلادي الاهلي بقى النادي بيصرف على واحده أيوة النادي الاهلي بيصرف على 19 لعبة هتقول لي إزاي يقول لك بقى هاي دي بقى كيان النادي الاهلي هو ده فكر النادي الاهلي اللي بيتحارب من بعض ناس ما عرفش هو ما عايزين إيه من النادي الاهلي يعني أنا في حاجات كده من واحده هتكلم فيها هتزعى الناس كتير أوه أنا بش عاوز أزعى لحد بس في حاجات لازم أتكلم فيها وأخيرها وأنا السؤال ده كنت بسأله لدكتور أشرف صبح لما عملت تحقيق في إجابة عن النادي الاهلي لحد هذه اللحظة وأنا للأسف أنا ما قابلتوش بقى لي فترة طويلة جدا حقوله أنتو قلت أن اتحاده كرة غلطان ومدير الاتحاد غلطان خدتو موقف معاه لحد هذه اللحظة شو بقى النادي الاهلي خسران السنة اللي فاتت البطولة خدتو موقف معاه ما خدتوش موقف لأ ده قاعد وهو المسؤول وهو اللي بيأخر في الجوابات وهو 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 مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة اللي مش عارفين حاجة أنا بقولها كده بصراح لكن أنا مش عارز أطلع بره الكلام ده أنا عاوز أتكلم النهاردة على النادي الاهلي واسم النادي الاهلي كبير قوي في مصر مش في مصر بس لا ده في كل الدول الإفريقية والدول العربية والاهلي بقيمته وبجمهوره وبرجالته وبطولاته وإنجازاته الأهلي يا جماعة يعني لو قلت أنت هتقول له أن أنا بجامل عشان بقناة الاهلي والله العظيم ما بجامل الأهلي هرم الرياضة المصري طبعا الإنجازات دي في كل الألعاب وعشان تصبح عشان تكون ملك الصلاة وتسيطر على كل شيء ده ما جاش من فراغ بالعكس ده جي من جهد كبير وعمل عظيم وتخطيط علمي واستعانى بكفاءات في كل المجالات من سنين أو ثلاث سنين اللي فاتوا كنت بتشوف النادي الاهلي بيخسر سهلي جدا إنما الفترات آخر أربع خمس سنين لا النادي الاهلي بقى جاب ناس متخصصة جاب ناس بتعرف تدير هو أي حد بيمسك في نشاط الرياضي طبعا ده ابن من أبناء النادي الاهلي فكان الكابتن رقوب عبدالقادر وبعده جي الكابتن خالد العوضي نجمه مصر نجمه خيرت اليد اللي عمل طفرة ده استلم من ده ما حدش بقى قالك أصلي ده ما كانش بيعمل كذا وإذا بيعمل لأ دي منظومة ده جي خد قاعد معاه وخد منه ملفات والتاني الكابتن رقوب بقى بيساعده وكابتن خالد العوضي بدأ يشتغل وكل واحد فيه